إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم احترقت أكثر من 150 محلا تجاريا في سوق البالة وسط مدينة أربيل عاصمة قليم كردستان وذلك بعد أقل من شهرين على حريق ممثل في السوق وأضاف مصدر أمني أن الخسائر لغاية الآن مادية ولا وجود لأي خسائر بشرية لافتان إلى أن أكثر من 150 محلا تضرر جراء هذا الحريق وأشار المصدر إلى أن أسباب اندلاع الحريق ما زالت مجهولة مؤكدا إجراء تحقيقات لازمة من قبل الأجهزة المتخصصة فيما تبنت جماعة تركية مجهولة الحريق الذي نشب بسوق البالة في أربيل وقالت المجموعة في بيان نشير عبر موقع حمل اسم منظمة العهد الوطني إن عناصرها أشعلت النار صباحا اليوم في سوق أربيل وذلك من 16 موقعا وبحسب بيان هذه المجموعة فإنها تطالب بالتعامل بالليرة التركية ورفع العلم التركي في قلعة أربيل ترجمة نانسي قنقر